رفع الدعم عن المحروقات بطريقة عشوائية وغير مدروسة ومن دون تأمين البدائل لتعويض الأكلاف الإضافية يوجه ضربة قاضية لكل القطاعات بلا استثناء ومنها القطاع الزراعي وبالفعل إزالة الدعم عن المزوت والبنزين يحمل هذا القطاع المهمل من الحكومات المتعاقبة تبعات كارثية ما دفع بالفلاحين والمزارعين للتهديد بأنه بمجرد إعلان الأسعار الجديدة على أساس السوق السوداء فإن ثورة الفلاحين ستنطلق لتطيح بجميع الفاسدين الذين وضعوا يدهم على مقدرات البلاد صارت خيالية بـ 330 ألف لتنكة البنزين و280 ألف لتنكة المزوط إذا على سعر سرط الدولار سعر السوق أو على فئدين هالمحروقات هذه بسبب عدم تسليم الشركات للمزوط والبنزين وعدم إصدار التسعيرة عم بخلي اليوم بشكل استثنائي هاليومين أن السوق السوداء عم توصل لـ 8900 ألف تنكة المزوط وبهذا الوقت القطاع الزراعي بحاجة ميسي جدا للمزوط خاصة بموضوع الري والنقل عمليا الإنتاج الزراعي سيتوقف الكثير من القطاعات وسيتم تلف كميات من الزراعات الحقلية نتيجة رفع الدعم غير المنظم في غياب الحلول البديلة أما بالنسبة لقطاعات الإنتاج والنقل ومبيع التجزئة فالضحايا كثر لحظة توقف الدعم بالإضافة إلى تدني القدرة الشرائية لدى اللبنانيين من جراء إرهاقهم بمصارف تفوق أي قدرات ولسيما أن إيرادات أكثر من 75% من اللبنانيين محدودة وبالعملة اللبنانية وبدورها مصاريف الإنتاج والنقل والتوزيع تفوق قدرة أصحاب العلاقة على تحملها ما يعني توقف النقل والتوزيع والإنتاج بشكل أساسي والخلاصة إنها الكارثة في القطاع الزراعي لبل إنها الضربة القاضية